اشتركوا في القناة استعدادا لامتحان شهر ابريل النظام الجديد لمادة العلوم النهاردة نبدأ مع بعض اسئلتنا كلها من نوع اختر الاجابة الصحيحة السؤال الاول بيقول يستدل على انقباض وانبساط عضلة القلب من نقط داخل الاوعية الدموية والاجابة هي النبض يستخدم الدينامو لتحويل الطاقة الحركية الى طاقة والاجابة كهربية من امثلة القوى داخل الانظمة الحية والاجابة هي النبض تعتبر حركة القمر حول الارض حركة والاجابة دائرية تتغير عجلة الجاذبية الارضية من مكان لاخر على سطح الارض لاختلاف البعد عن مركز الارض وزن شريط الماغنسيوم قبل اشتعاله نقط وزن المصحوق الابيض المتكون بعد الاشتعال بيكون اقل منه عشان بيتحد بالاكسوجين فوزنه بيزيد ينتقل الماء من الطربة الى اوراق النبات بتأثير القوى الحيوية نحصل على الطاقة الكهربية من الدينامو تعتمد فكرة تشحيم الالات على تقليل قوى الاحتكاك يستخدم المغناطيس الكهرابي في عمل الجرس الكهرابي يصنع قلب المغناطيس الكهرابي من الحديد المطاوع من امثلة القوى داخل الانظمة الحية انقباض وانبساط عضلة القلب يعتبر اتحاد غاز كولوريد الهيدروجين مع غاز النشادر اتحاد مباشر بين مركب ومركب يستخدم المغناطيس الكهرابي في عمل الجرس الكهرابي تؤثر قوى القصور الذاتي على الاجسام المتحركة والساكنة اكسيد نوع تسبب تآكل المنشآت الكابريت من الاملاح التي لا تزوب في الماء كولوريد الفضة تعتبر حركة بندول الساعة حركة اهتزازية كل مما يلي من الحركات الدورية معدى حركة القطار لانها حركة انتقالية اندفاع راكب الجواد للامام اذا توقف الجواد فجأة يرجع الى قوى القصور الذاتي تؤثر القوى الكهراماناتيسية في عمل كل مما يأتي معدى آلة الاحتراق الداخلي للسيارة استنشاق غاز نوع تسبب آلام حدة في المعدة وقد يؤدي الى الوفاة او الاكسيد الكربون نوع تهو جهاز بيحول الطاقة الحركية الى طاقة كهربية الدينامو تمثل حركة القمر حول الارض حركة دائرية تعتمد فكرة تشحيم الالات على تقليل قوى الاحتكاك من تطبيقات الاشعة الفوق بنفسجية تعقيم حجرات العمليات وزن الجسم على سطح الارض يعتبر من قوى الجاذبية المواد الناتجة عن احتراق الالياف السيلولوزية تؤدي الى الاصابة بسرطان الرئة من الالات الموسيقية الوترية الكمان كل هذه الاملاح تزوف الماء مع عدد اي جي سي ال كولوريد الفضة جسم كتلته خمسين كيلو جرام عند القطبين تكون كتلته نقطة خمسين كيلو جرام عند خط الاستواء طبعا كتلته هتساوي خمسين كيلو جرام لان الكتلة لا تتغير بتغير المكان تستخدم نقطة في الكشف عن الاورام وعلاجها اشاعة جامع حركة بندول الساعة حركة اهتزازية تتحرك سيارتان في نفس الاتجاه وبسرعة 100 كيلو متر كل ساعة تكون سرعة احدهما بالنسبة لساق السيارة الاخرى لما اتحركوا في نفس الاتجاه بطرح السرعتين من بعض تبقى السرعة النسبية بصفر الالات الموسيقية الاتية وترية مع عدى والاجابة الناي لانه هوائي يقدر الوزن بوحدة نيوتن من نواتج احتراق الوقود او الاكسيد الكربون من انواع الحركة الانتقالية حركة بندول الساعة ولا زراع المروحة ولا موجات الماء لا توجد اجابة صحيحة تغير قيمة الجاذبية الارضية من مكان لاخر على سطح الارض الاختلاف البعد عن مركز الارض يحترق الماغنيسيوم في وجود نوات مكونا مصحوق ابيض الاكسوجين اذا زادت كتلة الجسم الى الداعف فان وزن الجسم يزداد للداعف تعتمد فكرة عمل القنبلة الزرية على استخدام قوة نووية قوية المواد النتيجة من احتراق الالياف السلولوزية تؤدي للاصابة بسرطان الرئة كل مما يأتي من امثلة الحركة الدورية ما عدا القطار عمل فرامل السيارة من التطبيقات على قوة الاحتكاك نوات مجموعة من الرموز والصيغة الكيميائية تعبر عن جزيئات المواد الدخلة في التفاعل والمواد الناتجة عن هذا التفاعل وكذلك شروط التفاعل ان وجدت والاجابة هي المعادلة الكيميائية مجموعة قطة للمواد الدخلة في التفاعل نوات مجموعة قطة للمواد الناتجة منه يساوي ثاني اكسيد نوات يعمل على رفع درجة حرارة الجو والاجابة الكربون تسبب قوة الاحتكاك والاجابة تآكل الالات في المحرك الكهربي تتحول الطاقة الكهربية الى طاقة حركية من امثلة الموجات الكهرومغناطيسية موجات الضوء القوة مؤثر يغير حالة الجسم دائما لا يغير حالة الجسم مطلقا يغير موضع واتجاه الجسم دائما قد يغير حالة الجسم او اتجاه حركته الاجابة الاخيرة ارتفاع نسبة غاز نوات في الغلاف الجوي يؤدي الى رفع درجة حرارة الجو ثاني اكسيد الكربون من امثلة القوة داخل الانظمة الحية النبض المواد النتيجة عن احتراق الالياف السلولوزية تؤدي الى الاصابة سرطان الرئة تعتمد فكرة تشحيم الالات على تقليل قوة الاحتكاك تفاعل الكربون مع الاكسوجين يمثل تفاعل عنصر مع عنصر من الاملاح التي لا تزوب في الماء كبريتات الرصاص يستخدم المغناطيس الكهربي في عمل الجرس الكهربي تعتبر فكرة عمل فرامل السيارة من التطبيقات على قوة الاحتكاك اكسيد نوات تتولد عند حدوث البرق اكسيد النيتروجين من امثلة القوة في الانظمة الحية النبض كل الحركات التالية دورية مع عدى حركة القطار انتقالية ينتقل الماء من الطربة الى اوراق النبات بتأثير القوة الحيوية كل مما يلي من الموجات الكهرومغناطيسية مع عدى موجات الصوت ميكانيكية عند اتحاد غاز كولوريد الهيدروجين مع غاز النشادر يتكون مركب كولوريد الامونيوم NH4CL من التطبيقات المستخدمة للاشعة فوق البنفسجية تعقيم حجرات العمليات الجراحية كل مما يأتي من الاملاحة التي لا تزوب في الماء مع عدى كابريتيد السوديوم يزوب في الماء يستدل على انقباض وانبساط عدلة القلب من النبض تلوث الهواء بنقاط في المناطق الصناعية يسبب تآكل المنشئات اكسيد الكابريت سرعة موجات الضوء في الفراغ نقط سرعة موجات الازاعة كلها متساوية لانها كهرومغناطيسية تعتبر موجات الصوت موجات ميكانيكية بين التطبيقات الاشعة السينية تصوير العزام وبكده نكون وصلنا لانهاية درسنا النهاردة اتمنى ان تكون مجموعة الاسئلة دي تعجبكم ان شاء الله تكون كل اسئلة الامتحان فيها كان معكم كبير معلمين محمد علي من قناة نفهم دروس مجانية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته براكاته